وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير زراعة دودة القز في مصر مع إمكانية النظر في التركيز على محافظات الوادي الجديد وقنى وسهاج وتقديم التمويل الميسر المطلوب لهذه الصناعة وكلف مدبولي وزارة التنمية المحلية بالعمل على وضع خطة لإنتاج 100 طن من الحرير سنويا بما يسهم في توفير احتياجات هذه الصناعة بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر